نعم الأول غرر وجهالة دخلنا السوبر ماركت يوجد كرتون ليس مكتوب عليه شيء كاراتين ويكتب الشيخ إبراهيم أنه أي كرتون من هذه الكاراتين يوجد بداخله تليفون وقيمة الكرتون ألف جنيه ستالينك نعم طب ممكن داخله آيفون ممكن داخله سامسونج ممكن داخله هواوي ممكن داخله التلفون كشاف هذا القديم لا مو حقك القديم ذاك نعم نعم هذا غرر وجهالة نعم ممنوع الفتح ما تفتح الكرتون يقول أي واحد خذها ممكن يكون في الداخل آيفون أربعة عشر يساوي ألفين مثلا نعم لا يقول أنا أريد أنظر ما هذا الجهاز قال آيفون طي ممكن آيفون ستة قال كل آيفون ثلاثة عشر قال أريد أنظر هل هو ثلاثة عشر كاميرا أو كاميرتين بلس أو لا الذاكرة كم نعم لازم أعرف هذه الأشياء قال لا 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 امشي إذن هذا حرام البيع هذا حرام لماذا؟ لأنه فيه غرر جهالة أو قال إبراهيم قال تدخل في قسم الجوالات أنت الآن أغمض عينيك يضع عليه وقال أدخل أي جهاز تأخذه هو لك بقيمة كذا مئتين حرام طيب قال هذا عندنا محل في مانشستر مكتوب عليه كل شيء بكم باوند باوند؟ موجود باوند الحمد لله حلال أو حرام حلال لأنه واضح تنظر وفي الغالب أن سعرها واحد بل بعضها أغلى من واحد في الخارج نعم وبعضهم يقول لك اسمع تشتري جوالي هذا؟ أنت ما ترى؟ قال تشتريه بمئتين ممكن هو يساوي مئتين ممكن يساوي خمسين ممكن يساوي ثلاثمائة هذا بيع لا جوز نعم طيب انتهينا هذا الأول أو يقول له ما شاء الله هو عنده مرسيدس وبي أم وبورش وتايوتا هلاس وستروين وبيجو هذه السيارات أنواع السيارات عنده هم يعرفوا هذول هذه أنواع السيارات عنده نعم أوباجو بيجو نعم فرنسي نعم هذه مختلف الأسعار قال لا أنا أبيعك سيارة من سياراتي لكن لا أقول لك ما هذه السيارة بنصف مليون حرام ترجمة نانسي قنقر